عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيل مكرم لقاء عبر تطبيق زوم مع المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القاضى النائب أحمد فتحي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر العالم المصري الدكتور فيكتور رزق الله يأتي ذلك لبحث تعظيم الاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج في مجال التعليم الفني في إطار المبادرة وثمنت وزيرة الهجرة الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها العالم الكبير دكتور فيكتور رزق الله قائلة إنه قامة علمية كبيرة كما أشادت بالمبادرة الرائدة شيليدزا التي أطلقتها مؤسسة شباب القاضى وبجهودها في تدريب وتأهيل الشباب في مجالات مختلفة وفي عدة محافظات وتقييم جهود كبيرة لتوفير فرص الاحتواء لقدرات الشباب وتعظيم طاقتهم والاستفادة من أفكارهم ترجمة نانسي قنقر